لو الحكومة قدرت تشوف الموضوع للناس اللي بتسرق بطاقات دعم التموين دي وترشدها وبالتالي تتوجه فعلا للناس اللي محتاجين مش للناس البلطاجية اللي هما بيسطوا على بطاقات التموين فتقدر هي زودت الحكومة زودت 3 جنيه يمكن تزيد 3 جنيه كمان للفرد وبالتالي محتاجين بقى ايه واحد يجيب وراء وقلم ونعد بطاقة بطاقة نخلص الموضوع نعد ميكروباس ميكروباس نخلص الموضوع نعد نحط تعريفة للميكروباس ونلزم بيها الناس نعد نشغل العددات اللي في التاكسيات اللي ما بتشتغلش ونخلص انه الاعباء تتوزع بشكل عادل مايبقاش انا خدت القرار اللي صح انا بقولكش حاجة ما بقولكش حاجة هل انا القرارات دي صح ولا غلط قررت نتقالى في برنامج الحكومة وما قدامناش اختيارات ما احنا في الحق القطر ماشي وفي الاخر مصد تخبط ولا تفارمل اللي حصل فارمالة للنزيف اللي حصل حكومة بتفتئر عما لا تقترد من هنا وتقترد من هنا الاشقاء الله يكون فعونهم الله يساعدهم بلادهم في حروب فضيعة احنا الحمد لله عندنا حرب في الشيخ زوايد قد كده يعني ربنا يحمي مصر هم لا بيحربوا في اليمن وبيحربوا في سوريا وبيحربوا في القراء وبيحربوا في ايران ما شاء الله ما شاء الله ده قطر عندها عجز 15 مليار دولار الامارات لسه رفع الاسعار الوقود انبوبة البتجاز اللي في هنا في مصر زعلانينا ب15 جنيه ب70 درهم في الامارات 70 درهم اضرب بقى في كامب 3 او 4 ما عرفش الدرهم بكم دلوقتي ما بروحش بقال كتير الامارات فانت النهاردة بتتكلم عن اه كله مأزوم كله مأزوم طب نعمل ايه اه خلاص ماشي يا سيد انت بتقول دي قرارات صح موافقك والناس ما عملتش حاجة والناس اه ربوتوا الحزمة حاضر خلينا كده حاضر اشتغل معاها بقى شوية الحكومة الحكومة تنزل بقى لأجهزة الرقابية تبقى موجود مش هشوف شوية زباط يومين 3-48 ساعة وبعدين نختفي مش نشوف شوية رقاباء على الاسواق يومين 3 وبعدين نختفي مش نشوف كلام وجهود وكلام حلو وبعدين نختفي بصوا بس على الزباط هنا على فيه المحلات السوبر ماركت وعند بتوع بيبيعوا لحومة هم هتلاقي هم الزباط نزلين بنفسهم ايوه ده هيحصل قد هي الصورة دي بس ولا فيه صورة تانية الزباط واقفين في مستودعات متجاز وفي محلات سوبر ماركت وكل الكلام ايوه ده هيستمر قد ايه هنا ده بقى لازم وانت شليف اسماعيل لو سمحت لازم له ايه ايه يا باشا خطة منتظمة ليه علشان خاطر ما يبقاش الزيادة 15 ايه شو ناس تدفع لها جنيه في اليوم تبقى مصيبة سود مصيبة سود والحقيقة المصريين اثبتوا انهم شعب حمول صبور عارف انه خرج من اخفاق الى اخفاق الى اخفاق ثم الى فورة ثم الى اخوان ثم الى فورة ثم الى حصار فالناس فهمة وعرفة والابهات في البيوت عارفين والناس عارفة بس العبء ده لازم يتخفف بجهد رقابي حقيقي في الدولة المصرية ما ينفعش يتساب كده انا نهارده الحقيقة في الحلقة جايب ناس بين اللي هم اضطراف في هذه الازمة يعني ساعات بيوجه لهم اصابع الاتهامات خاصة لما زاد البنزين والسولر انا جايب سوئين ميكروباس وسوئين تاكسي هيبقوا ضيوفي في الحلقة دي انا كمان محتاجة اسمع حزبتهم ايه ما يمكن انا حاسب غلط يمكن الدولة حاسبة غلط يمكن المواطن حاسب غلط لان انا سمعت ليل الخميس ونهار الجمعة والسبت كل ما اسأل حد من المحررين من الصحفيين ولا من الناس اللي زملائي يحكي لي قصة خناء حصلت في موقف ميكروباس او قصة خناء حصلت مع سواء تاكسي طب احنا يا جماعة يعني مش هايزين نعمل نصنفهم ان هما رايا وسكينة ما هما برضو هما مش مسئولين عن اللي حصل ولا عن كل الدنيا اللي بازت دي تعالى بقى نجيب الناس دي ونقعد نحسب معاها بالورقة والقلم البندلة بقى تعمل قد ايه الدورة في الميكروباس تعمل قد ايه الراجل صاحب الميكروباس لهو مأجره هياخده بكام هيديله بكام مستنيه في اني اهوة الصيانة بتاعت العجل بتاعت العربية بتاعت الكاسد بتاعت الكهربل بالزيت نشوف مع سواء الميكروباس ومع سواء التاكسي ايه اللي بيحصل لانه المشكلة في المنطقة دي ماهو نقل عام هيتزبط لانه نقل عام في النهاية الناس اللي معاها عربيات دي بقى ناس ربنا كريمها ودي فاهمة انها لازم تستحمل يا اما بعدك مش هنلاقي شوارع نمشي فيها يعني مش هنلاقي بلد ولا شوارع فاللي معاهم عربيات ومبسطين لمستوى معين من ان ربنا مريحه حتى لو بيدفع قصد في النهاية هو اختار يجيب عربية فهو مكمل يعني هو حر احنا ايه اللي هممنا في الموضوع ليه مش قال بينا واجعنا على مين قال بينا واجعنا على الناس اللي ممكن ما تقدرش تستحمل هذه النفقات اللي هو في ناس تقدر تركب تاكسي مثلا على واحد عيان في حي شعبي في منطقة عشوائية افقر ناس في الدنيا حد عندهم عيان هينقلوا العيان دا للمستشفى بايه هيدورو له على ميكروباس وقفوا واستنوا الدور والتحميل ولا هيركبوه تاكسي احنا بنتكلم في ده او اللي بيروح شغله الصبح في ميكروباس مش عايز يتبهدل في الاوتوبيس فيعني هوركي بميكروباس دول القطاعات اللي تهمنا اللي انا بسمعه من كل الناس اللي حوالينا حتى الناس اللي بتتكلم في التلفزيون يقولك مش مهم احنا احنا نستحمل مهم من الناس الغلابة طب الناس الغلابة بقى التكلفة على خل بالك سواء التاكسي والميكروباس برضو غلابة بعضهم كتير غلابة انه ممكن يبقى سواء فحنا عايزين نحسب مع السوائين النهاردة سواء التاكسي والميكروباس يا عمي انت التكلفة كام ولو حد من حضرتكو يحب يدخل معاهم يقول لهم لا ادى التكلفة كذا ده انا كنت راكب من حتة الفرانية ونقعد نحسبها سواء عايزين دور مجتمعي نتفاهم فيه مع بعض ما عادش فيه بابا وماما بيأكل حد انتهى الموضوع انتهى عبد الناصر كان عنده طريقة وعنده معاونات السادات ضحك على الامريكان واخد المعونة خمسة وعشرين سنة اللي اخدها بعد كده استفاد منها نظام مبارك كنا بناخد اتنين ونص مليار واحد وتمانية مش عارف مدني واحد وتنين عسكري او العكس يعني على حسب التقسيمة اللي كان بتبقى ساعتها بناخد سلاح من المعونة وبناخد معونة مدنية واخد بقى عندك الجايكا اليابانية اللي اتحاد الاوروبي في روسكا بتجينا معونات كل شوية معونات دلوقتي فين يا حبيبي مفيش بح بح هم نفسهم في اوروبا طالعين اللي خلفوهم اليونان وقعت منهم راحوا سندوها بريطانيا خرجت بيلف حولين نفسهم في الاتحاد الاوروبا مش عارفين يعملوا ايه وقال حطين ايديهم على قلبهم لترامب ينجح لان ترامب بيغزل روسيا دلوقتي خايفين يتدمر لهم كل اتحاد الاوروبي والناتو وكل الكلام الخليج غرق لششته في الحروب كان بيمول بس الاول دلوقتي بيمول وبيحارب هم مساجهم كده الناس شايفين امنهم بالقوم كده هم احرار بيحارب في اليمن وسوريا والعراق والموسيل كله 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 وبيدير ظهره لمصر وبيعمل ازمة ابلوماسية وبيروح لإيران انت حر هو كل واحد حر في ذاته كل واحد شايف امنه قوم بطريقته قطر الف خيرهم بس لا عدش فيه لا هنا ولا لا معنات بتجيلك من امريكا ولا بتجيلك من اوروبا ولا بتجيلك من السعودية ولا اي حال خالص وهم بس ربنا قدرهم على نفسهم عندهم عجز موازنة هائل والبترول في النازل هنعمل ايه طيب ايه بقى اللي مفروض يتعامل كلنا بقى مع بعض كده نقعد نشوف نمسك واحدة واحدة التاكسي نمسك الميكروباس ازاي هنرائب الوريونة بقى منظمات المجتمع المدني ازاي هترائب الاسعار ما هو حكاية بقى احنا شايفينكم وبالراقب والمنظمات المجتمع المدني مش بس على السجون مش بس على السجون ولا على الشباب المحبوسين يعني مش بس دي يعني المحبوسين لهم حقوق بس بقيت الشعب ليه حقوق برضه تعالوا بقى نعمل منظمات المجتمع المدني اللي ترقب البيعين اللي ترقب سلع الجملة اللي ترقب الاسعار اللي ترقب التهريب مع بعض تعالوا بقى نضم ادينا في ادام بعض مدل ما الناس بتروح تتبرع لجوامع تشفطها الاخوان وتوجيها للارهاب ها لا تعالوا بقى نحصر التبرعات دي قد ايه طب فيه كان فقير في المنطقة ونقسم مناطق منظمات بقش مجتمع المادية نتوقع تشتغل على الحاجات مين يا جماعة ما شايبات بنا واحد جعان أو واحد من غير عشا تعالوا بقى نقعد ونشوف أحياء قرى مع بعض ونخش بقى نساعد بعض ما عادش فيه حد هيساعدنا ما عادش فيه حد هيساعدنا لو ما ساعدناش نفسنا خلاص بقى يعني خلاص فالنهاردة سوائين تاكسي وسوائين ميكروباس هيكونوا نزوفي في هذه الحلقة هنوقع مع بعض ونرتب ونحسب ونشوف الدنيا ماشية ازاي والوصية الاولى والاخير لهذه الحكومة ان تنتبه ايه ان لم تمارس دورها الرقاب الحقيقي في الشارع هي اللي هتدفع التمن هي اللي هتدفع التمن فيه كلام طبعا عن تغيير حكومي معلوماتي ليس لا يشمل المهندس شريف اسمعيل وقد يشمل مجموعة من الوزراء هنعرف طبعا الكلام ده خلال الايام الجاية هيحصلين